هنروح لمرسلين الأعزاء كريم أحمد من فندق لقامة وفاروق صلاح من ملعب المباراة وحنبدأ مع كريم أحمد سياء الخير يا كريم برحب بك سياء الخير عليك كابتن كبير كابتن أيمن شوي كل التحقيق لك ولكل مشاهدينا ومتابعين من خلال شاشة قناة النادي الأهلي تحدي جديد النهاردة ومباراة أكيد صعب على فريق النادي الأهلي الأهلي والسوني ديب ببطل النيجر النهاردة في تمام السبع مساء على استعاد الأهلي والسلام وهي مباراة إياب دور الـ 32 يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التمانيات لفريق النادي الأهلي في هدية المباراة زي ما بنأكد كابتن أيمن كل مرة بالجدية وإصراره التركيز الكبير اللي بنشوفه من لعبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كون المباراة أداء نتيجة من نصيب النادي الأهلي قائمة تم اختيارها كالعادة طبعا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي بتدريب وحيد يعني النادي الأهل استعدى لهذه المباراة بتدريب رئيس يوم لاثنين لكن تعرف طبعا كابتن أهل ما ضغط كبير جدا من المباراة فبيحاول الجهاز الفني بشكل كبير اعطاء قطر كبير جدا من الراحة لكل لعب النادي الأهل بجانب الإصابات اللي أكيد مزعجة بشكل كبير جدا على كل اللاعبين والجهاز الفني وجمهور النادي الأهل وهي الأمور الخاصة بفيروس كورونا أمر نتمنى أن احنا ما نشوفوش في ملعبنا وتحديدا كمان مع لعب النادي الأهل يا رب إن شاء الله بإذن الله يحافظ عليهم الفترة اللي جاية رغم التحذيرات ورغم طبعا الإجراءات الطبية والاحترازية والوقائية المشددة جدا من النادي الأهل والجهاز الطب لكن ده أمر أكيد بيكون مجهول لكل اللعيبة بتدخل تعمل مسحة بتطلع ومتبقاش عارف هل هيب عندك ولا لا أمر مزعج للجهاز الفني أيضا كمان لأن بعد كل مسحة الجهاز الفني بيكون حاطط تاكتك واسلوب وعدد من اللعيبة بيتفاجأ أن فيه لعيبة بتكون خارج القائمة لكن إن شاء الله بإذن الله تكتمل صفوفنا من جديد خلال الأيام القادمة وتعود كل اللعيبة اللي كانت مصابة بفيروس كورونا لو بتكلم تحديدا كمان في الأمر الخاص بفيروس كورونا خلاص بقى منه الحمد لله على السلام لكل من أكرم توفيق وكهرباء وقفشة ورامي ربيع ومحمد هاني تأكيد المسحة السلبية الحمد لله تطمين عليهم بشكل كبير تبقى إن شاء الله عمر السلية ومروان محسن اللي هيكون فيه مسحة أكيد طبية خلال الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله تكون المسحة سلبية وكل الصفوف تكون مكتملة لفريق النادي الأهلي مع بطولة الدوري العام وأيضا كمان فيه بطولة دوري أبطال أفريقيا غيابات عديدة مع اختيار 21 لعب فيه قائمة هذه المباراة نهاردة بنذكر كل من السلية مروان محسن رامي ربيع محمد هاني الشناوي جونيور أجيير جيرالدو وناصر ماهر يعني إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية بقى مع المجهود الكبير اللي بيفزل من الجهاز الطبي كل اللعيبة اللي غايبة عننا تعود من جديد محتاجين كل الجهود خلال الأيام القادمة عندنا تحديات صعبة جدا كابتان آمن وجمهور النادي الأهلي يعلم هذا وأيضا لعيبة النادي الأهلي تعلم هذا الأمر لكن إن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون حليف كل اللعبين النهاردة في هذه المباراة مباراة سهلة نظريا وده اللي اتكلمنا عليه أكتر من مرة أتكلم على إهدار الفرص ولابد إن نحن نستغل أنصاف الفرص ندخل المباراة بشكل جيد المباراة أكيد بتقصم مراحل بالنسبة للرؤية الفنية لكن محتاجين جهد كبير النهاردة في هذه المباراة الملعب كان سايق جدا في المباراة الأولى أثر على لعيبة النادي الأهلي في التكتك في الأسلوب في التهديف كنا محتاجين إن نحن نهدف أكتر من كده لكن إن شاء الله بإذن الله مع أرضية ستاة الأهلي والسلامة المميزة جدا ولأجوال محيطة بفريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نهاردة يكون أداء ونتيجة ونقدر إن نحن نحرز هدف واثنين وثلاثة تساعد لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة ونبدأ نخش بقى على المجموعات وننتظر بإذن الله الأرعى خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري كمان أتكلم على فندق الإقامة متوجدين كالعادة في فندق الإقامة الأمور كلها سالسة وطيبة جدا ما كان بيتماس بالهدوء بشكل كبير في طارد النهاردة كانت تسع صباحا محاضرة فنية يكون تلاتة ونص لبيتسو مسماني المدير الفني للنادي الأهلي ثم توجهنا إن شاء الله على ملعب المباراة الساعة خمسة عصرا يستعد بقى النادي الأهلي لهذه المباراة الأمور كلها بكون مهيئة وطيبة جدا لكل اللاعبين تمنياتنا ودعوات كل جمهور النادي الأهلي في مباراة اليوم أداء ونتيجة بإذن الله يسعد كل جمهور النادي الأهلي لعبئ النادي الأهلي والجهاز الفني عود لك من جديد يا كابتن أيمي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد